السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللقاء الثامن الخاص بالبرمجة والذكاء الصناعي. شغلنا على بيكتو بلوكس لكن لو انت شغل على سكراتش او اي برنامج في نفس الفكرة هتلاقي نفس القوالب او نفس البلوكس اللي موجودة فمحدش يبتكر ان هي خاصة بالبيكتو بلوكس. لا تشغل على كل حيات اللي طالعة من سكراتش. سكراتش كان الاصل وكل واحد كان بيطور حاجة بيعدل حاجة. زي ما نشوف النهاردة مع بعض اوكتو ستوديو وده بلنامج تاني مختلف. لكن برضو بيشغل بنفس الفكرة. طيب احنا للمرة اللي فاتت كنا شوفنا ازاي نح نرسم بالقلم مسلس مستطيل زي ما احنا عايزين. عايزين برضو نفس الموضوع. هنرسم شكل بس كان الطلب ان يبقى فيه شكل متكرر فهنشوف ازاي نحنا نكرر حاجة ونكرر حاجة تانية يعني نكرر حاجتين فوق بعض. طيب اول حاجة انا محتاجها هقول له افينت واقول له اول ما نبدأ اللي هو البل. بالشكل دوت. هيتضف هنا عندي البل. طيب انا عايز اول ما نبدأ هو يعمل مسح ريز. وليمسح اي حاجة اتمرسومه قبل كده. وعايز احدد اللون اللي انا هرسم به. اختر بقى اللون اللي انت عايز. شوف انا اللون انت بتحبه وابدأ اللون به. ده اللون وبعد كده ده اللي هو بقى ايه. تفتح. تعمل تشبع زي ما انت عايز. طيب. بعد كده هنختار الصيز. سيت بن سايز. عايز تتكبر هو واحد ده ارفع حاجة. ممكن تتكبر زي ما انت عايز. وبعد كده بندون. بندون يعني بحط الالم واي حركة تتعمل بعد كده. هيبدأ ان هو يسجله. ماشي. طيب. كده انا بدأت اجهزه ان هو يبدأ ان هو ايه. يرسم. طيب. عايز اقوله بقى ايه. ابدأ اتحرك. مية خطوة. وبعد كده خد زاوية مية وعشرين. وتحرك مية خطوة مية وعشرين. كيان انا برسل مسلس. يعني لو انا هعملها بالطريقة العادية خالص. فهقوله اتحرك اهو. مية. وبعد كده هقوله لف. مية وعشرين. تمام. اخروف بقى اخذ الاتنين دول. اهو. ثلاث مرات. رسم لي المثلس. تمام؟ ممكن نعمل ويت عشان ايه. يرسمها خطوة خطوة فانت تشوفها. ماشي. يعني ممكن نعمل ويت. عشان تلحى تشوف الحاجة بترسم ازاي. ويت تاني. خلينا نمسح. اه. رسم معه الخط. ثاني خط. ثلاث خط. بس الموضوع. زي ما انت شايف كده ايه. كود كبير. انا ممكن اختصره بان انا اقوله ايه. ربيت. كم مرة. ثلاث مرات. وياخد ده كده. ده جزء ده. وده كله يتمسح. ففكرة الريبيت انه هو وفار للوقت. انا اسامل الحاجة بشكل ده. طيب انا عايز بقى ابدأ ان انا اقرر المثلس ده كذا مرة. طيب خلينا اقوله ربيت. وقل له كرره عشر مرات. كرره عشر مرات. كرره عشر مرات. فانا بش قادر اتخيل ايه اللي حصل. تمام هو قرره بس بش شايف انا حاجة. فهقوله ايه اعمل موف عشر خطوات. ايه لازمة الفكرة الموف زيت. انه هو يرسم مسلس جنبه مسلس جنبه مسلس. فابدأ ان انا افهم. اه. كل مرة اتحرك عشر خطوات ده هيخليني افهم هو بيرسم ايه. ماشي. ممكن تخليها مية فالمسافة تكبر. خليها مثلا اتنين وعشرين. تمام. هيمسح ويبدأ بقى يرسم الاتين وعشرين. طيب انا مش عايز يعمل موف انا عايز يعمل يلف بزاوية معينة مثلا اي زوية انت عايزة. ماشي. خلينا نجي هنا هنحط الدبضب هنا. ونشوف لما يمسح رسم مسلس. وبدأ يلف. طيب انا عايز بقى ايه? هيكرر عشر مرات يبقى خليها تلاتة وستين. وشوف اللي يحسن. تمام? عمل شكل جميل اهوت. بالمنظر الجميل ده. فده اول برنامج معنا. هتغير رقم اطلع لحياة كترية مختلفة. مرة ممكن تحط الاتنين مع بعض. يعني ممكن تحط ده مع ده. اه. ونخليه في النصر كده ونشوف يرسم ايه. اه. تمام? برسم لنا حاجة بالشكل ده. كل ما تغير الرقم سواء الخطوة اللي يمشيها او الزاوية اللي يمشيها. هيعمل لك نتائج مختلفة. وممكن تغير في الشكل بتاع المية دوت. ممكن تخليه ليه مثلا تسعين مثلا. فالشهاد ان انت كل شوق تقدر تغير وتعمل اللي انت عايزه. اه. ريبيت اربع مرات مثلا. فهتعمل اشكال اللي هنهائية زي ما انت عايز. طيب. دي اول برنامج اهوت. ان شاء الله يعني كن سهل وتقدر تطبعه زي ما انت عايز. وتقدر تغير فيه زي ما انت عايز يعني مش لازل انت اخدها بنفس الارقاء ومنفس كل حاجة. حط اللي انت نفسك فيه وابدع وامل حاجة يعني مختلفة. طيب تعالى نغير فيها شوية مثلا. تعالى مثلا ايه? هقول له كل مرة غير اللون. طيب اقول له غير اللون ده ازاي ازاي. تعالى نك كده. وهقول له اللون دوت. هنا بيقول لي غير اللون بمقدار عشرة. دي ممكن تحطه في الريبيت هنا او هنا زي ما انت عايز. كل مرة هيكرر. هيغير لك اللون ويخليه اي لون مختلف. ماشي? اه. فغير لي اللون. فانا عملت تعديلة بسيطة كده خليت اللون يتغير في كل مرة يشتغل فيها. فدي حاجة اه ان شاء الله تعجبك يعني. طيب تعالى ندخل على البرنامج تاني. والبرنامج تاني البسيط يعني انا عايز بالماوس ابدأ اهرق الشكل بتاعي بس يكون فيه حتة كده ضريفة ان احنا نعتمد على المتغيرات. يعني تطوير الافكار اللي احنا شوفنا قبل كده. طيب. هاجي هنا اقول له انا عايز بلوكس. وهاجي هنا هقول له من كنترول هقول له من event هقول له ان انا عايز اول مبدأ. اعمل لي متغير بقى اسمه عشان ابعارف الحاجة دي موجودة فيه. ففاريابل يعني متغير يعني بحط فيه قيم. طول ما المشروع شغال هو بيغير قيمة. ده x number عشان احنا عايزين نرقم لان احنا عايزين نعرف احنا موجودين فيه. وفاريابل اللي هو ال y. ده هنا كده ال x بالمجب وده ال x بالسالب وده ال y بالمجب وده ال y بالمجب وده ال y بالسالب. يعني كده هو كده بيمشي x مجب كده x سالب. كده y مجب. كده y سالب. لو انا واقف هنا ومشيك كده يبقى كده x مجب و y مجب. اه كده ال 2 مجب. كده يبقى ال x هي اللي مجب وال y بالسالب. طيب احنا واقفين هنا فهقول له ايه set اول ما تبدأ خلي ال x بالزيرو. تمام? وخلي ال y بالزيرو. كده يعني ممكن يكون احنا اصلا مسجلة برقم مختلف. لا اول ما تبدأ خليها بالزيرو زيرو. وطول ما انا بشتغل. اللي هي فور ايفر. ريبيت عشرة مرات. لا انا عايز على طول. خلي. اشوف الكيمة ال x كام ويرح للكيمة ديت. فهاجي هنا وقول له go to. يعني طول الوقت شوف كيمة ال x بكام وال y بكام وروح. طيب انا عايز اقول له بقى خد كيمة ال x دي حطها في ال x. عشان ما يبقاش حافظ رقم معين. y y. يبقى كده كده كده. الزيرو زيرو هي اللي مجب دلوقت. طيب خلي دي هنا. وهنروح بقى ال control وال event. وقول له لما محد يدوس على السهم الفوق. يعمل ايه? يغير ال y دي بالموجب. فشنج. ال variable. تمام. في ال variable انا عايز يغير لي. يعني change. لل x. لل y. بمقدار قد ايه يخليها مقدار عشر. عشان تظهر معين. طيب هاخد بقى كده كوبي. وقول له خليك لما تدوس على down. غيرها بمجدار سالب عشر. طيب وهنا. ال up. اقول له ايه? لما تروح ليه ال right. يبقى ايه ال x اللي تتغير. بمجدار عشر. طيب وهنا. لما يروح شمال. ونحاول بقى ايه? نشوف هايعمل ايه? ال x. طيب. هبدأ بقى اقول له شغل. ماشي? اه. ال y بقى بزيله. ده بزيله. لو حرقت سهم الفوق. هيبقى يغير في ال y. طيب. كل ما هيتغير. اول ما بدوس حرف السهم اللي هو الفوق. هيروح لل y ويغير فيها. فاول ما يروح يتغير. هنا forever بتبدأ تشوف كمية ال y بكم وتغير فيها. فكده انا بدوس كده السهم ده. اللي هو ال right. بيغير لي في ال x. فده برنامج آآ ظريف. نقدر نحنا بعد كده نستخدمه سنف. ان احنا نشوف لاعب كورة مثلا بيمشي على الكورة وياه واه والحاجات دي كلها. فده يعني لازم التعلمة كويس لان هيتبين عليها آآ قصص وحاجات كتيرة في المستقبل ان شاء الله. طيب. عايزين بقى ايه نخلي كل ما السهم ده يمشي. كل ما السهم ده يمشي. يبدأ ان هو شوف السهم فين ويبدأ يمشي هره. فهتشد دي كده دلوقتي مؤقتا. عايزه يمشي ورا الماوس. فاقول له forever طول الوقت شوف الماوس فين ويمش هره. اف لو الماوس حد داس عليه. هتلاف السنسي هنا. السلام عليكم. ازاي اخبارك. مفروض هنا فيه ماوس دهين. يعني لو هو بعمل تشيك اف يتأكد ان الماوس حد داس عليه. وبعد كده هيبدا يشوف الماوس فين ويمشي وراه. فروحنا لجلايد. عايزه بقى يشوف ما كان الماوس في الاكس والماوس في الواي ويبدأ انه نشره. فعندي هنا ماوس. السنس. ماوس اكس. اهو. وي الماوس واي. ونبدأ نحرك نشغل. ونبدأ ايه؟ ندوس اي مكان هيمشي وراهنا. بيشوف الماوس فين ويمشي وراه الماوس اهو. ممكن تسرحها. يعني ممكن تشوف انت مسلا عايز تتغير الرقم دوت. الرقم ده بشيء. تقدر تخليها اثنين. تخليها بوينتو زي ما انت عايز. شوف ايه المناسب لك. للبرامج اللي انت عايزه. وابدا ان انت تشغل عليه. تمام. كده احنا شوفنا ثلاث حاجات النهاردة. ممكن احنا نعملهم بسهولة. وان شاء الله بتشاهدوا مننا اي جوادة او اي مجهودة واي خاصة. ازايك يا قصيمة. هلو سمعني. اين يا استاذ الله يسلمك الحمد لله. والله يا كرامك يا استاذ الله. ابن حضرك معنا? والله انا بعدت له اللينك وبس بدي اتكد اذا ادخل معنا ولا لا. خلاص تاني. الا بأكد عليه وبشوف حالي يدخل معنا ان شاء الله. شكرا ان تسألك. شكرا ان اعطيك على الحاجة شكرا يا استاذي. شكرا يا استاذي. شكرا يا استاذي. شكرا يا استاذي. طيب في اللعبة كده صغيرة هنشوفها مع بعض. ان مثلا ايه لو انا. بدأت ارسم اي حاجة. هو زكاة الاسماعي يحاول يتعرف انا بحاول ارسم ايه. ويحاول ان هو يصلح. يعني مثلا ايه. هنا باختار انا عايز ارسم ايه. في اشكال كتير جدا جدا فوق الوصف. ولياكم مثلا هنرسم. اوتا كت. اه هبدأ ارسم اي حاجة. وهو يبدأ يفهمها. خوارزيمات كتير جدا. ده زكاة الاسماعي. هو كل مره ان هرسم. هو هيتعلم مني. ويبدأ ان هو يتطور في رسم بتاعه. يعني هقول له ايه. انا هرسم كت اه. تمام اه. ويبدأ احط لها الملخير بتاعتها. وحاول ايه. هو بقى اوتوماتيك. هيبدأ يرسم الحاجات اللي نقصة. اي قطوط مش موجودة. هو يبدأ ان هو يكملها. لحد ما يرسم. دي يعني خلايا عصبية. نيوتشرال نوتور. بيبدأ ان هو يفهم كل حاجة. ويبدأ ان هو يتفاعل معها. واي رسمة ان برسمها. هو بيعدل ويطور. لحد ما في يوم الايام. يبقى بيرسم قوي جدا. وزي لوناردو. ويبدأ ان هو يعمل الحاجات احترافية. دي لعبة مسلية. طيب خلينا ناخد لعبة بجد. ولعبة يعني زريفة جدا. حاجة اسمها اوكتو ستوديو. اوكتو ستوديو هشغلها لكو دلوقتي بنع الموبايل. هي لعبة برضو بالبلوكات. يعني هتستمتع جدا وانت مسك الموبايل. تعمل العب كتيرة جدا جدا. والعب كوي ان شاء الله. خلينا اوصل للشاشة. عشان تظهر معين. اللابة دي تقدر تعمل العب من على الموبايل وتشغل معك بشكل قوي جدا. ممكن تشغلها على من جوجل اب او من اب ستور. وتعمل العاب جميلة وظريفة وكل حاجة. وتكتب انت الكود وتقدر انت بحاجة تفرح بها ان شاء الله. اللعبة هي ظهرت معي بشاشة الموبايل بتاعي. تمام؟ انا مسلطة بقول البوكتو بلوكس. البوكتو بلوكس بيشتغل على الموبايل بشكل حلو جدا. انا افضل بس اللوكتو ستودي النهاردة. وخلينا نبدأ من سيفل خالص. دي مشاعلنا كنت اشتغلت عليه. زي ما انت شايف في حاجات خاصة بكورة. في حاجات خاصة بأشكال بتبدأ انها تتحرك. حاجات خاصة بالمية. في حاجات كتيرة جدا فوق الوصف. ممكن لو دستكسبلور هتلاقي مشاريع كتيرة موجودة. بس خلينا مايبروجيكت واقل له. كريات نيوبروجيكت. فبيقول لي اختار الشخصية اللي هتتبق بيها. واختار الخلفية. اي واحد فهم تختارها الأول هتختار بتاعلي ما فيش مشكلة فالصة. وتقدر تضيف شخصيات كتيرة وتقدر تضيف خلفيات كتيرة جدا. فانا اقول له انا اختار الشخصية دلوقتي. واختار شخصية اللي هو الاخطابوت. واختار خلفية مثلا اللي هي دايت. تمام؟ تعالي بقى نشوف هو بيقول لي ايه دراج اندروب اسحب وحط تمام فانا هقول له اه دي بقى اول حاجات ممكن اقول له ايه اول ما المشروع يبدأ اول ما ادوس على العلم دوت ابدأ اتحرك موف طب بتحرك بمقدار اد ايه مقدار خمسين تمام بسرعة ولا ببط زي ما انت عايز فقان اتجاه فوق تحت زي ما انت عايز يعني ممكن احط موف تاني وقل له خليها لتحت يبقى يتحرك كده مرة المين ومرة التحت ماشي اه اوكي وممكن تقول له بعد كده اعمل قفز jump وممكن تقول له لف تمام يعني اول ما ابدأ هيبدأ يتحرك بالشكل دوت ويبدأ ان هو يلف فانت عملت لعبة زي ما انت عايزت go2 اول ما تبدأ روح للمكان الفلاني حدد بقى المكان اللي انت عايز يروح فيه يعني هو موجود هنا هتقول له بدا تحرك ويرجع روح للمكان دوت فهتلاقي ناسو بتعمل للعب حلوة اول ما تخلق اعمل صوت اول ما تبدأ في الصوت اللي انت عايز وممكن تسجل انت لصوتك وتبدأ ان انت ايه تسمع اه السلام عليك خلاص تمام ده بقى موجود هو تقدر ان انت تقول له ايه انا عايز الكوردوان السلام عليك طيب انا عايزه اول ما يبدأ نشوف دول كلهم كده ان اقول له اول ما يبدأ ايه اعمل بيوز تمام نعم او بيوز للمبهل كأنه فيه اتزاز بسيط اسبيك ممكن تغير الصوت تغير الكلام زي ما انت عايزة اعمل تجي هنا وتقول له انا عايز اغير الصوت وتبدأ تكتب مثلا هاوريون هلو وورلي ايه كده عايدة عند الناس اللي هي بتحب البرمجة ان هو اول كلمة يبدأ هلو وورلي هلو وورلي تمام طيب ممكن اخليه يقول كلمة كده بص هلو وورل ويكتب لك كلمة هلو ممكن تزبط size تقول له مثلا اول ما تبدأ قبر size او صغر size تمام ممكن تعمل حكتين عكس بعض ماشي ممكن تقول له شو وهايت يفتفي ويزر طيب خلي كلمة الهايت دي هي القابل شو غير لي الخلفية انا عايز الخلفية تبقى حاجة تانية غردية عايزة مثلا تبقى بشكل دو بحيث يبقى فيه زي قصة ان حصل حاجة فاحنا اتنقلنا من مشهد لمشهد تاني كل الحاجات دي سهلة جدا وبسيطة مفشحة فالسة جلو بص جلو ها يعمل ايه كأنه هو بينور طيب انا عايزه مثلا لما يخبط في حاجة يبدأ يعمل حاجة تانية طيب بيب انا محتاج ان انا اضيف عنصر فهاجي هنا واقل له ضيف لي شخصية تانية ممكن اضيف مثلا الشخصية ديت اهو وانا هقول له لو خبطت في حاجة ابدأ اعمل حاجة معين ماشي اهوين ايج اهوين توتش تمام؟ لو انا لأي شبب من الاسباب خبطت في الارد ابدأ اعمل حاجة معين هنعمل مثلا ايه؟ هيعملي صوت طب انا عايزة خليه تحرك لحد ما يوصل الارد دوت فاقول له موف وموف تاني بس التحت او خلا كده اه 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 احطناهم غلط حطناهم هنا فلازم اجي هنا خليني اه اعكسهم اه 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 ده صوت الارد ماشي انا هخلي الارد لما يتحرك الارد اول ما تحرك وخبط في الاخطابوت ادي الصوت ده لو انت عايز تبرمج الاخطابوت هتدوس على الاخطابوت هنا وتبدأ ان انت ايه تبرمجه زي ما انت عايز بقى تدي له اي كود انت عايز مثلا ممكن اقول له ايه اه لما الموبايل يتهز لو الموبايل يتهز لو الموبايل يتهز يبدأ يعمل صوت انت بفى السويتش تمام اعمل صوت لو انا هزيز الموبايل يبدا ايه يعمل الصوت فيه لما يبدأ انه تحرك او يغير كل الحاجات ده ادر انت تبرمجها لو التلفية اتغيرت لو انا وصلت اللي ادش يعني عمال يتحرك لحد ما وصل للحفة يعمل حاجة معينة تمام فده كلها حية اللي ممكن تعملها نفس ما نتكلم فيه في البرامج الثانية ان انت ممكن تعمله الريبيت يعني بدل ما تقعد ايه تقول له تحرك كم حركة ممكن اقول له ايه لا انا عايزك تعمل الريبيت للشغل اللي احنا عملناه وممكن تعمل فلاش فلاش هيخلي الفلاش بتاع الموبايل يقيت يعني بص اهو مش عارف ظهر عندكم في الشاشة ولا لا بس انا عندي الفلاش راح من اول ممكن تقول له بقى ايه ادفي الفلاش اوف يروح تطفيلك الفلاش فانت بتحكم اوف الموبايل بتاعك تمام ممكن ايه تاني عندنا امر مثلا زي الريبيت ممكن تقرر بقى الكلام ايه الحركة ده يتحرك لمدة النهية لحد ما يوصل للحفة ممكن اقول له بقى لما ايه لما توصل للإدش لف تاني اعكس الكلام روح اتجاه مختلف كما انت عايز شوف انت عايز تبرمجه بايه تمام اول موصل للحفة يبدأ انه ايه يطلع على سلة هلوه ده ممكن تقول له stop او وقف او اعمل اي حاجة لو دوست على ثلاث نقط دول هتلاقي الحاجات بقى خاصة بقى بال بحemuاز لفترض ع coke مثل المتغير 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 التغير المتغير المتغير اتضاف فتقدر انت تحط اي شيء. يبدأ يقول لك هو قداني معلومة اللي هو الصيز قد ايه. ممكن تقول له انا عايز اعرف ال direction بتاعك. اه ال direction سعيد. ممكن تعمل عملية حسابية جامع وطارح وحاجة كتير قوي. ممكن تقول له wait استمى لحد مثلا ايه ما يبقى فيه شرط مثلا معينة. فجاب لي رسالة هو. تمام? البلوتوث. انت كده دخلنا في مرحلة ان احنا ببرمج الموبايل بتاعنا. تمام? ونقدر نعمل حاجات صاصة بنا. حاجات اصلا مش موجودة هنا. طيب الخلفية ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز خلفية تانية. وممكن تفتح الكاميرا وتصور نفسك او تفتح صورة من عندك من عالكمبيوتر وتعملها. تمام? اه ممكن ندف شخصية وتقول له شخصية دي من الكاميرا الشخصية دي من اللي نرسمها. ممكن ارسم اي شخصية هنا. عند ادوات للرسم. اول ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ارسم مسلا شكل دايرة. ممكن ترسم بقى تلفها تعمل كذا. دي بقت شخصية موجودة معي بيبدأ ان هو يتفاعل معيها. ممكن هي دي. يبقى مسلا زي كورة مسلا لما يقبطها يحصل كذا. تتحرك. فعندك امكانية بقى ان انت تبرمج كل حاجة من حاجات دي. ممكن تقول له مسلا غير للصيز غير للباتجراوند. اعمل انت بقى الالعاب اللي انت بتحبها. انا عايز اغير لون حاجة معينة. مسلا. اول ما نبدأ غير لي شكل معين لللون دوت. مسلا. وتده تقول له بيكر بيكر يبقى انت تفتار. كنين يا موشن لو انت عايز تجو تو سيبريت. يعني ايه جو تو سيبريت؟ يعني انا عايز اول ما يبدأ اوتوماتيك يروح ليه الراح لحد الشخصية اللي احنا اخترناه. تمام. بالحاجات دي ممكن ان شاء الله بعد كده نعمل العاب انه مسلا هدخ لجون وهو flavour واخبط هشاكة مشلقة بها LIKE اتمنى ان الناس تقرروا وتبعت لنا. الحاجات اللي امها اطبقوها ونشوف اية المشاكل الموجودة. من معنا؟ الو 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 ايوا اسمك ايه؟ امام ازيك همام محشنة. حشنة. بلاك فترة مباشر ظهر. احنا خلصنا النهاردة استاذنا وان شاء الله يعني ايه هسابعت لك الفيديو. ابدأ بص عليه. انت عندك اي اي اسئلة في الزكاة الاصناعي? يا الله. طب في البرمجة? طب ايه في الزكاة الاصناعي انت تحس انها ممكن يفيدك في ايه? يعني مسلا لما جاعمل حاجة يساعدني يعني مسلا لما جاقول له ان الطلاب عندي مش هنكفي حدوم اعمل ايه تاني? اه انت ممكن دلوقتي تدردش معي وتقول له انا مسلا اه مش عارف اصرف ازاي او في حد قال لي كلمة عايز اعرف الراد بتاعها ايه? او في حاجة مطلوبة من اعملها وانا مش عارفها. ساعدني في ان انا اعرف ان انا اعملها. معلومة انا مش عارفها. فيبدأ ان انا اتناقش معاك انه واحد صاحبك. هو اخلي صاحبك. وابدأ اسأله واشوف هو يجاوب بايه. والبرمجة وتخليك تنظم الفكر بتاعك. يعني البرمجة ممكن متشغلش مبرمج بس نظمت لك الفكر بتاعك. لو انا عايز اعمل ايه? اصرف ازاي? فيبدأ تافض فطواتك كده منظمة. هو اللي عمل الفكرة بتاعت البرمجة والحاجات دي. واحد عربي مسلم اسمه الخوارزمي. فعشان كده اسمه خوارزمية. يعني الطريق التفكير. يعني انا مطلوب مني مسلا اروح اشتري حاجات. فابدأ افكر والله طب انا الصور مارك الكبير. ممكن ابدأ افكر. اه بوكتب ورقة بايه الحاجات اللي انا عد عليها واحدة واحدة بحيس ان انا معودش اروح رايح جاي ولا نفس نسيت البيت وراح اجيب الكينو. لا والدي كتب ورقة بالحاجات. هبدأ نظامه حسب المكان اللي انا همشي فيه بالترسيل. اجيب الفكرة الاول وبعد كده كذا وكذا. فيبدأ اعلمك ازاي التنظم الافكار بتاعتك ان شاء الله. تمام? هو احياني يعلم النص لغات. اه صحيح. انت ممكن تقول له. انا عايز اتعلم مثلا الماني. اه قول لي اهم الكلمات اللي انا ممكن لو اتعلمتها في الماني بقى مفيدة بالنسباني. يعني في حد ادنى من الامان اللغوي. يعني في حد ادنى ان انا لو مسافر دولة فيه كلمات معينة لازم ان بعرفها. تمام? يعني انا مسلا جعان فعايز اقول له فين المطعم. في ان انا مسلا عايز اشرب عايز اروح حمام عايز اروح السفارة وهكذا. في بعض الجمل الاساسية. عايز اقول له مسلا صباح الخير. تمام? صباح الخير مسلا او عامل ايه? اه بالفلبيني مسلا كمستقاع. بالهندي كسهيبها هاي. كيف حالك اخي? تمام? فممكن يعرفك ايه الحاجات? ممكن اقول له مسلا ايه? والله انا بفكر. اه والدي قال لي هتروح رحلة مسلا اسكندرية. حطي لي خطة عمل ايه احسن اماكن ممكن نحنزورها في اسكندرية. لان ممكن تروح اسكندرية وترجع. وتفاجأ ان كان فيه متاحف في اسكندرية حلوة انت ما نشوفتهاش. فهو يعني كانت بتقعد مع واحد خبير كبير في السن بيقدر نوة يلخبر موضع كترة جدا ويقدر نوة اه ينصحك نصح كويسة. فان شاء الله انت استفاد منها وتستفاد منها حتى في الدراسة يعني حتى لو انت بتدرس لغة عربية بتدرس رياضة. بش هيغششك بس هيساعدك ان انت تفهم اي مسألة مش واضحة بالنسبة لك. تقدر تقول له انا الجملة دي انا عايزة انا اتفضل. ممكن اتفضل يا تمام. انا اتفضل. لو عندك اي سألة انا معاك. نا. تمام يا استراتي. خلاص يا همام ان شاء الله سارفع الفيديو اللي احنا سجلناه النهاردة. وانت تابع وحاول ان انت تطبق. لان لو الواحد سمع بس بينسى. فلما الواحد يسمع ويطبق بتبقى آآ كويسة ان شاء الله. بتبدأ ان انت تزود الخبرات بتحتاج بتقدر انت ما تنساش الحاجة بعد كده. خلاص? انت بتاخد سكراتش في المدرسة ولا لسه? اه بخ. طيب احنا برضو بناخد سكراتش وهنخش برضو يعني نفس الامثلة اللي احنا ناخدها دي هتفيدك في اللي انت بتاخده في المدرسة. والبكتوب لكس برضه يفيدك. ولو في اي حاجة عندك في المدرسة بشواضحة ابعتها لي ونبدأ نفكر فيها مع بعض. اتفقنا? هو اللي انا خدته بس في المدرسة ان هو ازاي آآ اخلي كنين ينفتقوا ببعض وبعدين يعملوا من حادثة صغيرة بس. دي بسيطة وحنا اتكلمنا فيها تقريبا في المحاضرة الثانية او الثالثة. المرة دي ايه زودتها شوية ماشي? آآ فاحنا بنحاول احنا ناخد نفس الامثلة. على كلاس آآ سكراتش يعني ان انا على اعمل العاب حقا زي كده. ممكن تعمل بيه العاب ممكن تعمل بيه آآ افلام كارتون. ممكن تخلي بيه كزا شخصية بتكلمه. آآ ممكن تعمل بيه برنامج لعبة حقية. تمام? احنا مثلا فيه هنا حاجات خاصة بزكاة الصناعي. ممكن تعمل برمجة اللي البيب بتاعك يبقى بزكاة الصناعي ان هو يتعرف على الصوت. ممكن تعمل برنامج انت تتكلم وهو يكتب اللي انت بتقوله. تمام? الحاجات دي كانت زمان صعبة ان انا اي كلمة اقولها بالعربي بالمصري باي لهجة. يفهمها ويكتبها بشكل كويس. فدي حاجة موجودة وهنتعلمها ببسيطة يعني ما فيهش اي مشكلة يعني. حتى واحنا نشرحها ما تخدش ثلاث دقايق اربع دقايق وتلاقيك نفسك بيت شوتر فيها. تمام? فان شاء الله حاول بس اسمع الفيديوهات ولو عندك اي مشكلة. آآ يعني اكتبها لنا بس على التليجرام ونحلها مع بعض ان شاء الله. فيه حاجات خاصة يقول لعبها هيت. تمام? لو انت عايز تلعب. فيه حاجات خاصة بيفيزك الانجين يعني يشحرك حاجات خاصة بحركة الاشياء. وده حاجات هتدريكها في السنين اللي جاء ان شاء الله. فلما تشوفها وبتحصل ازاي هتتبقى ظريفة معاك بعد كده ان شاء الله. تمام? ماشي يا سوز هميم. شكرا لحضرت. شكرا جزيلا. سلام عليكم.